السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة محبي طربية طيور الزينة في هذا الفيديو ان شاء الله سنتحدث عن كيفية التمييز بين ذكر وانتاء الفيشر كما تعلمون اخواني الكرام ان هذه النوعية من الطيور يجد اغلب المربين صعوبة في التمييز بين الذكر والانتاء وكذلك المقبلين على تربية هذه النوعية من الطيور يجدون ايضا هذه الصعوبة وذلك بطبيعة الحال لعدم وجود علامة واضحة لمعرفة الذكر من الانتاء مثل طيور البدجي التي تعرف من خلال لون كيرها على اكس هذه الطيور فهي لها مجموعة من العلامات وهذه العلامات صعوب معرفتها من الوهلة الاولى وهذه العلامات منها ما هو متعلق بسلوكيات هذه الطيور ومنها ما هو متعلق بحجمها او شكلها وهذه العلامات حسب ما لاحظناه من هذا الزوج الموجود عندنا فلاحظنا ان هناك سبع علامات يتميز بها الذكر عن الانتاء وكذلك هذه العلامات عند الانتاء تختلف ايضا عند الذكر وفي هذا الفيديو ان شاء الله سنتطرق الى هذه العلامات السبع واحدة تلو الاخرى اولى هذه العلامات وهي الحجم فكما تلاحظون اخواني الكرام ففي هذا الزوج احدهما اكبر من الاخر حجما وهي الانتاء ففي هذه النوعية من الطيور دائما الانتاء تكون كبيرة مقارنة مع الذكر الذي يكون اصغر منها في الشكل او في الحجم تلاحظون في الفيديو فالطائر الموجود على اليسار فهو اكبر حجما من الطائر الموجود على اليمين لان الطائر الموجود على اليسار هو انتاء والطائر الموجود على اليمين هو ذكر ومن العلامات أيضا أو ثانيهما وهي التغريد فالتغريد عند الذكر يكون طويلا ومستمرا ويقوم الذكر أثناء التغريد برفع رأسه إلى السماء على عكس الأنتى التي يكون تغريدها يعني قويا أيضا يكون قويا ولكن لا يكون طويلا مقارنة مع الذكر ولا تقوم برفع رأسها أثناء التغريد وسالة سلوك أو علامة تدل على الأنتى وهي في مرحلة بناء العش فالأنتى هي التي تعمل على بنائه أكثر من الذكر الذكر يساعدها فقط لكن الأنتى هي التي تقوم بالعمل أكثر في بناء عشها أما العلامة الرابعة فهي في حالة وضع البيض فالأنتى تضع من أربع بيضات إلى خمس أو ممكن أن تضع أيضا ست بيضات وفي هذه المرحلة الأنتى دائما تكون في العش ولا تخرج إلا للتبرز أو للأكل من عند الذكر أما العلامة الخامسة فهي وقفة الذكر فالذكر يقف ورجلاه تكون متقاربة على عكس الأنتى فتكون رجلاها متفرقة وهو ما سيتم توضيحه في الصورة الآن أما العلامة السادسة فهي الذيل فالذيل عند الذكر يختلف عن الذيل عند الأنتى فذيل الذكر يكون على شكل حرف V أو على شكل رقم 7 على عكس الأنتى والتي يكون شكل ذيلها شبيه بحرف U وهو ما سيتم توضيحه في الصورة الموالية أما العلامة السابعة والأخيرة فهي عضمتي الحوض فعضمتي الحوض عند الذكر تكون متقاربة جدا أو متفرقة بنسبة ضئيلة على عكس الأنتى والتي يكون عضم حوضها متباعد وهو ما سيتم توضيحه في الصورة الآن هذه هي أهم العلامات والسلوكيات التي لاحظناها والتي يتميز بها ذكر الفشر عن أنثى أتمنى أن أكون وضحت الفوارق بين الذكر وأنتى الفشر وأن ينال هذا الفيديو إعجابكم لا تبخلوا علينا أيضا إخواني الكرام بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ولا تبخلوا أيضا علينا إخواني الكرام بمشاركتنا ببعض الاقتراحات التي تودون أن نتحدث عنها في الفيديوهات الموالية إن شاء الله هذا كل ما في الأمر نتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وأن تستفيدوا منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة